أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصرية وخلال اجتماعه لاستعراض معايير إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة أوضح مدبولي أنه كان ضروريا أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة مضيفا أن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقا مع هذه المعايير وأشر مدبولي لأن هدف هذا الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستمار وفي هذا الإطار لملاقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر